إسقاط لشباب اليوم يعني حسبنا نتحتكوا معاهم نشوفوا لديهم هوس في اكتشاف العديدنا للغات نقدر نقول البداية كانت باللغة الإنجليزية بعدها الإسبانية وبعد حدث التطور حتى اللغة التركية الصينية وصلنا اليوم إلى اللغة اليابانية يعني وضعنا في صورة هذه اللغة اللي لا يتحدى بهدمام الشباب الجزائري نشكرك على استيزافة هذه شكرا لك اللغة اليابانية لا يشكي كما تشكي اللغة اليابانية لذلك اللغة اليابانية بان هي صعبة ولكن مع مر الوقت الواحد يقدر يتمكن من ما يقدر يحضر بها نورمال واللغة اليابانية فيها تروى ميدات فيها الهيريغانا لكاتاكانا وكارجي لأن الصورة الجابانية خرجت من الجينوية ولكن الجاباني يتحدثها واللغة اليابانية أصبحت لغة يحضر بها غير الجابوني. الكريتور الشنوية ما ذكره هما الكاتاكانا والهاراغانا. بعد ذلك، خلوا الكانجي شنوية لكن البرونسيسي هي جابوني. وهذا الجابوني. وكيف يقرأنا الجابوني كيف يحبون اللغة اليابانية من الثقافة اليابانية. هوا اكتشاف حبا في تعرف كما قلت بالثقافة اليابانية أم أنه حبا في الصفر؟ ما هي الأسباب اللي خلات أنه شباب الجزائر يتجه نحو هذه اللغة. لرغم من قلت أنها لغة صعبة ويعني مش سهل أنه الواحد يتعلمها. صعبة جدا. الثقافة اليابانية من اللي دي سانيمي من اللي مانغا من اللي كوسبلاي من اللي كولتور جابونيز الإنسان يحب يتعلم هذي كاللغة. مم موحد كيحب يرح في وياج لجابون لازم يتعلم اللغة جابونيز. الجابوني تما كي تبدأ يتعلم معه مانغلي ولا فرانسي ما يطلقش الوزن هذي كمي كي تكون يتعلم معهم جابوني كي تسوي عندهم عندك وزن بس كلوغة هوم بالنسبة لهم اللغة جابونيز عندهم وكان دي موي واحد كي يكون إطرانجي يحضر اللغة جابونيز أنا كي نحضر مع سفيل ياباني في صفارة اللغة جابوني يحضر 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 اللغة جابونيز بسهولة بسهولة بسهولة